برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام والسؤال من موقع إسلام سؤال وجواب خلينا نشوف السؤال بيقول ليه ورد في الحديثة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذ لقيتم أحدهم في الطريق فالطروا إلى أضجكه أليس في العمل بهذا تنفير من الدخول في الإسلام يبقى هنا في واحد بعد سؤال أن الحديث ما تبدأوش اليهود والنصارى بالسلام ولو لقيتم حد في الطريق الطرق إلى أضجكه ده بيؤدل تنفير الناس من الدخول في الإسلام وخلينا نشوف الإجابة يجب أن تعلم أن أحسن الدعاء في الدعوة إلى الله والنبي وأن أحسن المرشدين إلى الله والنبي وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول يكون مجانبا للحكمة يجب علينا أن نتعم هذا الفهم وأن نعلم أن نفهمنا لكلام النبي خطأ لكن ليس معنا ذلك أن نقيس أحاديث الرسول بما ندركه من عقولنا وأفهمنا لأن عقولنا وأفهمنا قاصرة لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية هنا بيقول أن أحسن الدعاء والمرشدين هو النبي فأي حاجة تفهمها غلط إليه في فهمك أنت وإدراكك أنت مش في قول الرسول وما تقس أحاديث الرسول على عقلنا وأفهمنا لأن أنت كمسلم يعني عقل أكو فهم القاصرة لأن في قواعد عامة في الشريعة لازم ترجع لها وخلينا نكامل الإجابة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام إذ لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضياءكم والمعنى لا توسعوا لهم إذ قابلوكم حتى يكون لهم الساعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم وأجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء يعني أنت كمسلم لو معدي قدامك كده في الطريق يهودي أو مسيحي ما توسع لهش السك بحيث يكون لك أنت الضيقه هو السع لا في الطريق بمعنى أن المسلم هو الأعلى يعني خلينا نكامل الإجابة ومن المعلوم أن هدي النبي ليس إذا رأى الكافر ذهب يسحمه إلى الجدار حتى يرصحه على الجدار لم يكن النبي يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلون بعد الفتح الأمصار هنا بيقول النبي ما كانش بيزحم اليهود في المدينة صح؟ هو كان بس بيقتلهم زي ما قتل كده أطفال بنيكورايزا لما كان بيعريهم وبيكشف عن عانتهم واللي بيكون عنده 11-12 سنة كده بيشوفه أنبت بيتقتل ما أنبتش بيصبع يعني فبيقول لا الصحابة كانوا بيعملوا كده في الأمصار ودي كمان أنا إيه هعلق عليها بعد شوية بس نكمل الإجابة فالمعنى أنكم كما لا تبدأوهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذ لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا تضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق وليس الحديث تنفير عن الإسلام بل هو فيه إظهار لعزة المسلم وإنه لا يزلل أحد إلا لربه عز وجل يبقى هنا الهدف كله إيه إن المسلم هو الأعلى إيه رأيكم ده مش تفرق عنصرية على أساس الدين ده مش بينفر غير المسلمين من الإسلام واخريا شوف لما غزوا البلاد عملوا إيه شوفوا معي سورة التوبة 29 بتقول إيه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين قوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرون شوفوا تفسير ابن كسير بيقول إيه وقولوا حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم وغلبهم صغرون أي زليلون حقيرون مهانون إيه رأيكم الجزية تعطى للمسلم من أهل الكتاب وهم صغرون يعني زليلون حقيرون مهانون تفتكروا أي مسيح يشوف الكلام ده بيشوف إن الإسلام دين سلام وخلينا نكمل التفسير ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الزم ولا رفعوا مع المسلمين بل هم أزلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال لا تبدأوا اليهود والنصارة بالسلام وإذ لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروا إلى أطيقوا يعني حديث لا تبدأوا اليهود والنصارة بالسلام ده ليه هدف وهو إن لا يجوز إعزاز أهل الزم ولا رفعوا مع المسلمين بل هم إيه أزلاء صغرة أشقياء وخلينا نكمل التفسير ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة في إزلالهم وتصغرهم وتحقيرهم وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعاري قال تبتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا صارح نصارة من أهل الشام إلى آخر الكلام بيقول يبقى هنا نفهم إيه نفهم إن الواثقة العمرية اللي اشترط فيها عمر بن الخطاب شروط معينة لهدف إيه هدف إزلالهم وتصغرهم وتحقرهم ولو رحت لتفسير ابن كسير رسولة الطوبة 29 تقرس شروط العمرية كلها اللي فيها إزلال أهل الكتاب زي مثلا إيه شرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها دائرا ولا كنيسة ولا قلية ولا سوا معات راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خطة المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليلة ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمرة وابن السبيل وأن ينزل من مرة بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نقوي في كنائسنا ولا منازلنا جسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نصهر شركا ولا ندعو إليه أحد إلى آخر الكلام وإنتوا ممكن تقرد الوثيقة العمرية كلها في تفسير ابن كسير يعني أنتوا لو قريتوا الوثيقة العمرية من تفسير ابن كسير لصورة الطبع 29 هتشوفوا قد إيه استحمل أجددنا عشان يحافظوا على الإيمان وآخر حاجة أقولها قبل منهي الحلقة فقر لو إنت دخل عليك ناس ومهما كان دينك كان إيه الدين اللي أنت بتدين به وقال لك الإسلام أو القتل أو الجزية وتكون مزلول وإنت بتدفعها ويضيق عليك الطريق وما بدأش بك السلام هل ده مش بينفرك من الإسلام ممكن تفتكروا إن ده دين من عند الإله الحقيقي وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم